وارجعنا لكم مرة تانية واخر فقراتنا هارك سعيد وفقرتنا عن رحيل امير الحكيين الروائي خيري شلبي 9 سبتمبر 2011 ومنورنا في استوديو الشاعر شعبان يوسف وهو مألف كتاب عن الروائي خيري شلبي اسمه فيلسوف الهامش سبع الخير يا فندم نور سبع النور أهلا بي يمكن في البداية خالص لما حد بيتناول رسيلة احدى الشخصيات بيبقى دايما بيركز على جانب معين فحضراتك ركزت في كتاب حضرتك عن الروائي خيري شلبي هو الكتاب بينقسم لقسمين القسم الاولين اللي هو الدراسة عن خيري شلبي والقسم التاني اللي هو عبارة عن المقالات والدراسات والبحوث الاولى اللي كتبها ونشرها في الستينيات من القرن الماضي لان انا فضلت ان انا انشرها بعض او مختارات من كتاباته في الفترة دي لان محدش اعرف تقريبا عنها حاجة مطلقا حضرتك كنت قريب منه جدا اه كنا قريب يعني فالحقيقة وهو كان يعني الله يرحمه يعني كان قلتولي عم خالي انت متعملاش حاجات دي قال لي بعد ما موت بقى وحاجات كده لانه لانه هو كان غزير الانتاج فالحقيقة كان بيكتب في مجالة المسرح وكان بيكتب في مجالة حوار اللبنانية وكان بعد كده كتب في مجالة الجديد في حاجات عديدة جدا كان بيعملها انا كنت حريص على ابراز هذا الجانب المهم الجانب المجهول الجانب غير المدرك وفي نفس الوقت بينم عن عمق وعن يعني عن ثقافة رقية لا يتخيل الناس ان خير شلبي كان بينطوع عليها دراسي كانت هي التركيز على الحياة التي عاشها خير شلبي منذ نشأته حتى وصوله الى القاهرة وبعد وصوله القاهرة ظل تقريبا اكثر من عشر سنوات يعاني معاناة بالغة جدا من الذهاب الى الناشر هو بدأ في مجالة اسمها مجالة الشهر وكان بيصدرها في اواخر الخمسينيات الراحب ايضا الكبير المصرحي سعدين وهبة والحقيقة بدأ في بريد القراء وفي رسالة يعني طريفة جدا وجميلة جدا هو كان باعتها عم خيري وكان بيقول فيها باعتها لنجيب سرور باعتها لنجيب سرور عبر المجلة فبيقول فيها يعني ما كانش عندي عنوان لما قابلتك في ضمنهور او في كفر الشيخ والان يعني انا بقى عندي عنوان وكان ساعتها خيري بيسكن في اسكندرية وكان التحق باحد الاعمال هناك انا كنت هو اول اهداء الحقيقة هنا الاهداء جي غلط اللي هو كان بيقول في مجالة الكتاب المصرح الى زوجات التي شاركتني الحياة مرها ومرها فطبعا يعني الدليل على ايضا صحح صحح ده صحح ده للأسف فا وانا طبعا في العز في الزحمة وانا احنا كنا مفروض ننجز الكتاب بصورة سريعة ما ادركتش هذا التصحيح عشان اعيد تصحيحه مرة تانية فلان ده معناه ان خيري يعني فيه قدر كبير جدا من المعاناة وهو الحقيقة رسالة يعني حياة خيري شلبي نفسها رسالة الاجيال الحالية والاجيال القادمة انه يستطيع ان يخترق الصفوف يبقى قاعد في الصفوف الاولى وهو قات من الصفوف الخلفية طبعا خيري شلبي لو عنده هدف وعنده رؤية ويدر حق اللي هو عايز وعنده حياة عريضة جدا حياة هي اللي ساعدته على كل هذه الكتابة اللي هي كمان ما بتعملتش كلها يعني انا بعتقد ان عم خيري له كتابات لم تنشر ما زالت موجودة في طول المجلات قد الكتابات اللي اتنشرت في كتب كمان طب حقاله الكتاب خد من حضرتك وقتات دي والله لان انا فترة يعني رحيل عم خير دي كنت غارق يعني حجم الاتنين يعني الواحد يستسلم للحزن وان هو دخلنا كلنا اصدقائه مجموعة اصدقائه في نفق معتم فكان الخلاص الوحيد ان الواحد يعيد يعني يعيد قراءاته تاني طبعا فاستغرقت في قراءاته ودي يمكن وسيلتي الاساسية في مقاومة الراحلين يعني لما بيرحلوا فما مقدرش اساس من الحزن ارجع لكتابات ويعيش معاك انه موجود تماما فيمكن الكتاب خد مني تجميع ودراسة خد مني حوالي عشر ايام مش اكثر من عشر ايام بسبوعين لان هي دراسة وطبعا انا مادة المادة اللي خيري شالبي كانت بالنسبة لي جاهزة لاني تقريبا متتبعه وقاري معظم شغله المقالات والدراسات كانت موجودة عندي فما خدش استغرقش الوقت كثير يعني طب حدريك ومين اللي بدأت بالمبادرة هل حدريك بدأت بالمبادرة للمجلس الاعلى الثقافة لا والله الدكتور شاكر عبد حميد الحقيقة الامين اللي عامل المجلس الاعلى الثقافة واحنا التقينا في العزاء وهو صديقي يعني وكان حريص الحقيقة الدكتور شاكر انه نعمل حاجة على الاربعين ونعمل اي حاجة فاقترحت الكتاب فوافق فورا وهو اللي كان بيحسيني على اصدار الكتاب الخير طب انا كمان عايز اتطرق الاسم الكتاب واسمه شارج جدا في الاسوف اللي هي مش وعايز ام حريك اخترت الاسم ده ليه وكمان يمكن زي ما حريك قلت انك في الكتاب عبارة عن دراسة طويلة جدا وفي بعض عدد من المقالات اللي كتابها الروائي الروح الخير شلبي ايه كمان بعض القصص اللي هو كتابها زي اه او الروايات زي المرأة وخيال الزل واسين وبهية وشمعنى القصص دي بزيتها لحضرتك سرطان لا هو انا كفيروسوط الهامش لان طبعا انا رأي ان خير شلبي هم في كتير معترضين على انه كاتب المهمشين او كاتب الهامش انا رأي انه هو الهامش الاجتماعي اللي هم يعني عام الرواية اسمها الاوباش سنة 78 الرواية دي عن عمال الترحيل محدش قدر يقول ان عمال الترحيل دول مش هامش دول هامش الهامش يعني فبالتالي لماذا فيلسوف لانه خيري في كتاباته بشكل عام الفلسفة يعني هي الرجوع هي مهية الشيء الرجوع الى اصل الشيء او الى اصل الحياة او الى اصل الكائن فخيري طول الوقت في كتاباته لما بيجيب شخصية بيعود الى اصولها و الى ممتداها و الى عملها و كذا فكان بيحلل كأنه فيلسوف فعلا و فعلا صار الخلطة ما بين انه هو روائي و حكاي كبير طبعا هدك عبرت عن ده ازاي الخلطة دي هو يعني عم خيري لما بتعود معاه كان ممكن ينفذ الليل كله وهو يتحدث و حديث ممتع حكاي حكاي يعني مثلا مرة سفرنا الى احد يعني احدى قرى الدلتة مرة و كنا في العربية و قاعد يتكلم فجأة لقيت نفسي المشارك كان حوالي ثلاث ساعات فجأة لقيت نفسي وصلت و قال انت وصلت بسيط في الساعة لان احنا استغرقنا ثلاث ساعات فعلا كان منتع يعني كان حكا و كان روية شعر بالمناسبة يعني ممكن يقعد يقرأ شعر بمدة ساعة او ساعتين من دماغه هو كان يحفظ شعر صلاح جهين و شعر فقاد حداد و كان عنده قراءة للسيرة الشعبية بشكل مذهل يعني حافظ حاجاته تقريبا كمان كان بيقلف و بيقرأ او هو بيلقي الشعر فكان حكا و لانه في كتابه اللي صدر مؤخرا اللي هو انسي الحبايب هو عمله من خلال شخصيات يعني بدل ما يكتب سيرتو الزاتين و يقول انا كنت و عملت لأ جايب شخصيات و جايب حياته من خلالهم فبيتكلم على ان الطلعة الاولى بتاعته في القراية كانت عبارة عن السيرة الشعبية عن طلب نشداد و سيرة الاميرة زاد الهمة و سيف ابن زيازم و بزيد الهلالي و هكذا فدي الحقيقة اختلطت المسألة انت حضرك لما تقري مثلا وكالة عطية مقدمها بانشودة حتى الرواية الاخرانية اللي هي استاسيا نفس القصة مقدمها بانشودة فكان متأثر جدا بفكرة الحكي اللي هي اثرت تأثير عميد جدا على كتاباته و خاصة في وكالة عطية رحلات الترشاج والحلواجي نفس القصة و يقولك و قال خيري ابن احمد ابن شالبي و هكذا في محاولة اقتفاء او محاولة موازاة للسيرة الشعبية و الحياة الكتابية القديمة وهل صحيح ما يقال ان الرواية خيري شالبي ما كانش يحلى ليه الكتابة غير بين المقابر و حتى اصبح ابطال معظم روايته ما بين الموتى و المشردين طبعا هو عم خيري كاتب ده هو في شهادة ليه طويلة كده شبه مذكرات في خريفة 92 في مجالة فصول و لما زهق من الحياة المدنية فعلا زهب الى المقابر و كان هناك و صاحب بتوع المقابر و اجر فعلا اجر حوش و قعد 18 سنة بالمناسبة يروح يكتب هناك و صاحب اهل المقابر لان هو حتى كما كتب قال اننا يعني بتعامل مع الموتى اللي هم اصحابي و انهم يعني لا ينكفوني ولا ينفسوني ولا ولا يديقوني و رحين اكتر من البشر يعني جدا جدا و اجر البيت و كانت الكتابة بالنسبة له و هو هروبا من المدينة المزعجة يعني يواجه المدينة باي شكل من الاشكال لكن لحظة الكتابة كان رح اعطى 18 سنة يكتب هناك بالمناسبة طب يمكن في موقف حضرتك هو حكاة للروائي خير شاء الله بيعلى لسانه مع لقاءه مع الاستاذ فاروق شوشة في برنامجه المعروف وقتها كان امسية ثقافية هذي كريت حضرتك تحكي لنا اللي حصل هو كان بكاتب في الشهادة دي او في احدى كتاباته بيقول ان انا بعد لما سجلت معا بعد ما خدت جايزة تقريبا جايزة دولة تشجعية او كده و كان لسيس فاروق شوشة في برنامجه المعروفية الثقافية عمل مع اللقاء و سأله قال له انت لماذا يعني متأثر بادة بالرحلات وبتكتف الرحلات كتير و حاجات من النوع ده قال له اصلي كان فيه واحد صديقي يعني زمان بقع سريح و انا تأثرت به فهو بيقول ان انا روحت البيت و عملت فرج و كان معا واحد مثقف صديقي فالمثقف صديقه ده فقال له ازاي انت تقول ان فيه واحد قريبك بقع سريح فقال له طب ايه رأيك ان البقع السريح ده ما كانش قريبي ده كنت انا البقع السريح اصلا مستمردتش اقول الكلام ده فالرجل استغرب قال له ازاي كده فانتهت الحوار عند ذلك لان خيري ما كانش بيفواصل في مهيته و كان بيعتزب مهيته جدا و كان بيعتزب معاناته بالمناسبة و كان منصف للذين عانوا بشكل عام فعلا حياته كمان كانت معانات بيرا جدا بداية من ولادته في كفر الشيخ و انتقاله لسكندرية و انتقاله لقاهرة و عمل امكان باكتر من عمل بقع سريح و اكتر من طبعا و تارزي تشتغل تارزي و اشتغل و ابتدى في تنقية الدودة و اشياء كثيرة جدا و ده ما يعيبش من الانسان لا لا ما يعيبش لا بالعكس هو كان مستمتع و فخور بهذه الحياة و بيقولها سام حريك قلت بقى في الصفوف الاولى دلوقتي طبعا هو اصبح يعني خيري شلبي اصبح متن وهو طبعا كان عانى من تجاهل كمان لكن ما كانش بيهمه ولو كان حد ما عندوش العزيمة القوية اللي كان بينطوي عليها خيري شلبي كان توقف منذ زمن و ما كانش بيناش يعني هل تتخيالي ان خيري شلبي بعد ما بلغ الخمسين من عمره يعني الشهادة دي كاتبها في 92 يعني كان عنده 54 سنة او 55 سنة لم يكن قد دعي الى بلد عربية و لم يكن ترجم هو بعد وكالة عطية سنة 92 الرواية العظيمة بتاعته يمكن ابتدت الانظار تلتفت له وابتدت بقى الملفات وابتدت الدعوات بعد فترة طويلة جيت انفان وهو كان يعني حتى كان سعيد بكل دوان لكن هي ساعدة متأخرة فعلا الشعور بتجاهل من الحركة النقدية اللي ما بعد ان هو يتم الخمسين بتالي مش عايفة ليه احنا في مصر بنعاني من الموضوع ده يعني بنكتشف النوابغ متأخر جدا ومش عايفة ليه ما فيش تشجيع من الحكومة حتى او تشجيع من استثمار في المواهب مهي صغيرة هو اولا كانت نبرة يعني في الفترة دي كانت فيه نبرة الحداثة والادب كده بشكل استقراطي وحاجات من النوع ده فعم خيري كان اولا عنده جسارة جسارة لغوية وكان بيستخدم الألفاز زي ما خلقه ربنا وكان بيتكلم عن المشاهد زي ما خلقه ربنا زي ما هي ما بيجملهاش ما بيحطهاش في علبة في ورق سلوفان فبيحطها بينقل الحياة بفنية باخلاص وبصدق شديد جدا الحقيقة يمكن كان ده لم يستهو النقاد ويمكن احنا في النادوة اللي احنا عملناها في المجلس اعلى الثقافة الدكتور جابر عصفور قال ان كانت كتاباته مش بتستهو النقاد ولكن كانت معضلة بالنسبة للتقنيات الجهزة او الاساليب الجهزة للنقاد وحتى انفعل دكتور جابر وقال توظف النقاد اللي معرفوش يقروا اذا كان الكاتب هيكتب باسماءهم طبعا اسمح لنا نعم